تحاول هذه السفينة العائمة في البحر الأحمر والراسية بالقرب من شواطئ الحديدة أن تعيد لمشاورات سوكهلم بعضا من بريق الاهتمام الذي انصب حاليا على عدن وحوار جدة حيث عقدت اللجنة المشتركة لعادة الانتشار اجتماعا لها الأحد والاثنين الماضيين في ظل اهتمام إعلامي باهت اللجنة التي تتشكل من الحوثيين والحكومة ومراقبين دوليين أوصت بإنشاء مركز للعمليات المشتركة داخل مقر بعثة الأمم المتحدة بمحافظة الحديدة تضم وفق بيان اللجنة ضباط ارتباط وتنسيق من الحكومة والحوثي والأمم المتحدة بهدف الحد من التصعيد ومعالجة الحوادث الميدانية تثبيت وقف اطلاق النار كان محل نقاش مكثف تم التوصل خلاله إلى إقرار نشر فرق مراقبة على الخطوط الأمامية لمدينة الحديدة كخطوة أولى بحسب البيان الذي قال إنها تأتي من أجل تخفيف المعاناة والحد من الإصابات بين المدنيين وفيما هو واضح فإن الأمل يبدو ضعيفا في إحداث تقدم بالحديدة وموانيها فلم يتم الاتفاق على آليات واضحة لكيفية تنفيذ التوصيات التي خرج بها لقاء السفينة الأممية الأخير كما لم تتحدث الأمم المتحدة عن أي ضمانات لعدم تكرار ميليشيا الحوثي خروقاتها لوقف إطلاق النار في الحديدة الذي لم ينفذ رغم مرور تسعة أشهر منذ اتفاق السويد